وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عمر عزة الناقد الرياضي أهلا بحضرتك يا فندم أهلا يا فندم وأهلا بكل أستاذ المشاهدين في البداية ما هي توقعاتك لمبارات اليوم بين مصر والمغرب ومن الأقرب للتأهل إلى نصف النهائي يعني خلالنا نتفع إن الماضي سيبقى 50-50 مش عايزين نبالك قوي إننا نقول مثلا المغرب مرعبة أو كده لا إحنا نقدر نعدي يعني المتخب بتاعنا ظهر قدامكم الضوار يعني في أول اختبار حقيقي بعد دور المجموعات لا لعبنا كويس يعني بعد أن نفوز بدربات الجزاء بس إحنا لعبنا مضش كويس جدا المغرب عندها نقب ضعفة أكيد هو منتخب قوي جدا لا نقدرش نقول حاجة لكن لو هنقدر نعدي آه نقدر نعدي طبعا يا رب نتمنى طبعا الفوز وكلنا نفرح من يمتلك الحلول والأكثر خبرة لحسم هذه المواجهات كيروش مدرب المنتخب الوطني أم مدرب المغرب في رأيك لو بصنا لمواجهات كيروش مع المغرب يعني كيروش انتصر عليهم مع إيران في كافة العلم اللفات يعني إيران في كافة العلم اللفات فده يعني هو لاعب المغرب قبل كده هو عارف المنتخب المغربي خواس جدا هو النهاردة كمان بادي في تشكيلة بأيمن أشرف في نص الملعب دي في حد ذاته يعني تقول ان هو هيلعب مع أحمد فتوح على ناحية الشمال علشان يقفلوا على واحد من أفضل بكات اليمين في العالم لم يكن الأفضل للأشرف حكيمي يعني هو عارف من الفطورة كلها بتاعة المغرب هديجي من ناحية اليمين تاعة أشرف حكيمي وشوفنا ده في المنشاط اللفات فهو قافل الجابهة دي بتاعة أحمد فتوح وقدامه أيمن أشرف وهيدي حرية شوية لما نمتلك الكرة ان أحمد فتوح يزيد مع عمر مرموش نقدر نشكل هجمات من ناحية دي لان شوفنا ما أشرف حكيمي بيتقدم الجابهة دي بتبقى فاضية شوية في كذا المنشاط اللفات ودخل من في مطش الجابون دخل في المغرب كون بالطريقة دي وبرضه في مطش ملاوي اللفات دخل الشوطة كانت من ناحية دي يعني هو فيروش فاهم ده واضح ان هو فاهم ان حكيمي بيزيد من هنا فان هو هنقدر نلعب على الحتة دي اننا لما ندافع بالنسبة كبيرة ان احنا هنسيب الكرة للمغرب ونحن هنلعب على الهجمات المرتدة ده واضح من التشكيل اللي نازل دي فيروش النار بس البكرة اننا لما نستحوذ على الكرة هنعمل ايه يعني هو ده اللي هيفرق يعني لو ربنا كرمنا ان شاء الله وسجلنا جون في الشوط الأول ما ينفعش نتراجع ونسيب الكرة للمغرب على طول كده لقدر الله ممكن نخصر لازم نفضل ضغطين يعني احتجلنا الاول نفضل ضغطين نواصل بنفس الطريق هنلعب على حجمات مرتدة ده غالبا لانه هو المغرب دفاعه مش اقوى حاجة توقع المشيط برضو اللي فاتت انه عندهم نقاط ضعف كتيرا في خط الدفاع في أشرف حكيمي لما هيتقدم احنا غالبا هتبقى هيا دي لعبتنا احمد فتوح مع عمر مرموش هيشكله جابها في الناحية دي اول من نمسي في الخورة لازم يبقى فيه تحول سريع من الناحية دي طيب استاذ عمر برأيك هل تاريخ المواجهات بيكون لها دور في ترجيح كافة الفائز في مباراة اليوم يعني مش عايدين نقول برضو كده وقال مغرب يعني يعني كعبها على عينة زي ما نقول بس احنا لو بصنا اخر مثلا مواجهة في كافة الامام 2017 احنا لانتصرنا يعني بلكده مثلا في 2006 اتعدلنا ب86 احنا تسبنا يعني مش عايزين دايما ايه نبص للمواجهات التاريخية ده في 11 لاعب قدام 11 لاعب والافضل هو اللي هيفوز ان شاء الله مش عايزين نركز في التاريخ ونقول ان هما يكتبونا على طول او كده مش عايزين نحسبها كده ان شاء الله يا رب كلنا نفرح النهاردة وكل التوفيق لمنتخبنا المصري بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمر عزة الناقد الرياضي على وجودك معنا